بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري للخلاص من العين المؤذية في جسدك والتي أثرت عليك وعلى صحتك وعملك وحتى على علاقاتك الاجتماعية تقرأ هذه الأذكار والآيات بنية الخلاص من العين المؤذية وخروجها من الجسد تقول سبعين مرة عين أصابتني فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ثم تقول مئة مرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبطل كل عين وحسد ثم تقول مئة مرة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين وحسد ثم تقول واحد وأربعين مرة بسم الله الرحمن الرحيم وَأَيَّ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ وتقرأ واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ثم تقول واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ثم تقول واحد وأربعين مرة بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ثم تقول واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم وفجرنا فيها من العيون ثم تقول واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم وفجرنا الأرض عيون ثم تقول واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ثم تقول واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم فانفجرت منه اثنتا عشرة عين ثم تقول واحد وعشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم والذي خبث لا يخرج إلا نكدة برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام